استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد وقد دار لقاء أخوي بين الرئيسين تناول تأكيد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين كما اصطحب الرئيس السيسي نظيره الإماراتي في جولة تفقدية بمدينة العالمين الجديدة وفي ختم الزيارة ودع الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد من مطار العالمين تقام اليوم مراسم دفن رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة كان جثمان هنية قد وصل إلى الدوحة بعد أن شيعت إيران جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حيث أقام المرشد الإيراني علي خمينئي صلاة الجنازة على جثمانه في مصلى جامعة تهران أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو عمليات نشر عسكري دفاعي أمريكي جديدة لدعم إسرائيل ضد تهديدات مثل الصواريخ والطائرات المسيرة هذا وأعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه الشديد إزاء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وحض رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو على التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار داخل القطاع قالت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية للرئيس السابق دونالد ترامب إنها جمعت 138.7 مليون دولار في يوليو الماضي مما يجعل إجمالي النقد لديها يصل إلى 327 مليون دولار في نهاية الشهر وقالت حملة ترامب إنها جمعت 331.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام متجاوزة 264 مليون دولار التي جمعتها حملة المرشح الديموقراطي بايدن خلال نفس الفترة أدى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات وخلال حفل في قصر المرابطين بن واكشوت بحضور عدة وفود أجنبية تعهد الغزواني بمحاربة سوء الإدارة والفساد بلا هوادة وأكد الرئيس الموريتاني مجددا في خطاب تنصيبه التزامه ببذل كل ما في وسعه للارتقاء إلى مستوى تطلعات شعب وتحقيق أمالهم تواصل البعثة المصرية بمشاركتها في أولمبياد باريس 2024 حيث يشهد اليوم مشاركات جديدة على المستوى الفردي والجماعي وكذلك منتخب مصر لكرة القدم واليد والطائرة وأدى منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب رجوي في تمام الساعة الثامنة مساء وذلك ضمن مواجهات الدور ربع نهائي بدورة الألعاب الأولمبية كان منتخب مصر قد تأهل للدور ربع نهائي بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط